تلعب البنية التحتية الطرقية دورا مهما في تعزيز السلامة من جانب ومن جانب آخر في الحد من عرقلة حركة المرور بسبب الفيضانات مشروع الطريق السريع تيزنيت الدخلة يحصي 16 تقطار كبيرة قيد الإنجاز قنطارة وادي الساقية الحمراء واحدة من بينها روبرتاج يوسف ويشو زهير هنان أشغال إنجاز القنطارات على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمال لمدينة العيون تحقق نسبا متقدمة فقط 85% هذه المنشأة الفنية التي تمتد على طول 600 متر ستحمل مدينة من العزلة بسبب الفيضانات المحتملة للوادي روح كلفته حوالي 100 مليون درهم مكونة من 40 قطعة كل قطعة مكونة من خمسة ممدودات بطول 40 متر طاولة من الخارسانة المسلحة مزودة بأرصفة من أجل الراجلين وبحواجز واقية وحرام فرحانين ومصررين بدل معلمات هذه وعلاقات كنا كان نعانيه بالزافق مرقات قبل ما علاقاتنا كنا كان نعانيه من المشاكين ديال النقل من المشاكين ديال الفيضانات اللي كيكونوا هاتي المنشآت الفنية التي تصل إلى 16 منشآة على طول الطريق السريع تزنيت الداخل من شأنها أن تحد من معاناة مستعمل الطريق من قطاعات بسبب الفيضانات إضافة إلى دورها المهم في تحسين مؤشرة السلامة الطرقية وهذه المنشآت الفنية كنحسبوهم على واحد الفطراء ديال القرنية ديال المئة سنة لأنه علاش باش ميكونش لينقي طعب صفة ميهائية المنشآت الفنية الصغار اللي كنسموحنا منشآت تصرف المياه كين تقريبا واحد الف وستمائة منشآت تصرف المياه أما المنشآت الفنية الكوبرا اللي من هذه اللي احنا كنت توجهه في السياق الحمراء كين 16 منشآت الفنية الكوبرا الحمد لله الأشغال ده بتتجاوزت فيها 65 في الميات وهذه المنشآت اللي هي تعود إن شاء الله نتفدى وديك المخاطر اللي كانت تكون في مقاطع ديال الطرق سابقا اللي هي السببها ولفها الضامات هي بنية تحتية مهمة ستعزز من جاذبية الطريق السريع تزنيت الداخل الشريان الذي يربط شمال المملكة بجنوبها نحو امتدادها على إفريقية المشروع الذي رسدت له اعتمادات مالية ضخمة فقط 10 ملايير درهم موسيقى